اشتركوا في القناة ندخل في شرح برنامج الهيدروبادي كما تعرفون ان الاسمدة تحتوي على عناصر ونحن هدفنا ان نعرف حقيقة هذه العناصر وكيف نحسبها وكيف نعرف تركيزها الحقيقة توجد عناصر تتركب منها الاسمدة وبعض هذه العناصر هي عناصر شائعة فالعناصر الشائعة هي قليلة يمكن ان نحفظ ارقامها بدون حسابات يعني سيتبين ما هو المقصود يعني ماذا اقصد عندما اقول حسابات لننظر مثال عني مثلا سلوفات الماغنيسيوم توجد هذه الصيغة وتوجد هذه الصيغة يعني توجد صيغتان يعني صيغ شائعة فمادام هناك صيغ شائعة اللامائية والمائية فيمكن ان نحفظ ارقامها يعني وكذلك مثلا عندي نترات الكاليسيوم ايضا توجد مثلا هذه الصيغة وتوجد هذه الصيغة وهكذا ويوجد احيانا عندي الكاليسيوم على شكل اوكسيد او على شكل هيدروكسيد الحقيقة الاوكسيد يعني اوكسيد الكاليسيوم هو يعني عندما يضع في الماء يتحول الى هيدروكسيد لكن انا ما افضل استعمالها لانه فيها محدودية في الذوابانية في الماء فالافضل هو استعمال نترات الكاليسيوم هذه الصيغة او هذه الصيغة يعني نستعمل هذه الصيغتين طيب لنعود الى موضوع مثلا هذه الصيغة الشائعة لسلفات الماغنيسيوم عندي الصيغة الاولى هي هذه الصيغة كيف نحسبها يعني لو ادخلنا هذه الصيغة في البرنامج الحسابات سواء هذا الذي يعمل في الكمبيوتر او التطبيق اللي وضعته لكم وشرحته لكم في الفيديو السابق على الموبايل الان نجد انه عندي اوكسيجين وعندي كبريت وعندي ماغنيسيوم الاوكسيجين قلنا ما لنا علاقة به لكن عندي الماغنيسيوم المتاح هو 20 بالمئة لاحظها علامة المئة 20 بالمئة والكبريت هو 26.6 اذا الماغنيسيوم هو 20 بوينت اثنين تقريبا والكبريت هو 26.6 هذا اذا ممكن ان نحفظ هذه الارقام عندما يأتيني من سلفات الماغنيسيوم بهذا الشكل بهذا الشكل فانا ما احتاج ادخله واحسبه اخفظ هذه الارقام ممكن يعني او اسجلها في ورقة يمكن ان اسجلها في ورقة مثلا انه يحتوى على ماغنيسيوم 20 بالمئة وكبريت 26 بالمئة هذه الصيغة وسنعرف ماذا يعني بالمئة بعدين بعد ان اشرح الارقام سنضرب مثال حتى نعرف ما معنى النسبة بالمئة والنسبة بوية طبعا هي في الحقيقة هي الوزن يعني اه طيب الصيغة الثانية اللي هي كما قلنا هذه الصيغة اللي هي ممكن ان نكتبها بصيغة اخرى يعني ممكن ان نكتبها بالصيغة الثانية اللي قلنا انه تكون اوضح ومختصرة اكثر اللي هي اللي هي هذه الصيغة بالاقواس يعني مفهومة اكثر حتى لا يكون هنالك اخطاء في بعض البرامج تخطئ بالصيغة الحقيقية فنحولها إلى هذا الصيغة وشرحنا هذا في الفيديو السابق الفيديوهات السابقة الآن لو دخلنا هذه الصيغة وحسبناها راح يطلع عندي النتائج هي هذه يعني لاحظوا الهايدروجين والأكسجين ما لنا علاقة بها الماغنيسيوم هو 9.86 والكبريت هو 13 لو دخلنا إلى المنتج مثالي عن هذا المنتج نفسه وهذا لو وجدنا أنه هنا يقول لك إيش الماغنيسيوم يحتوي على 9.8 9.8 الآن الماغنيسيوم هو 9.86 صحيح الكبريت 13 لكن هنا طبعا ما ذكر لنا الكبريت قال لاحظوا الآن إيش قال قال ثالث أكسيد الكبريت اللي هو 32.5 لماذا؟ لأن هذا يحتوي على ثلاث ذرات الجزء يحتوي على ثلاث ذرات أكسجين فيعني هو 32 هذا الأكسيد لكن الماغنيسيوم هو أعطاني الماغنيسيوم هو 9.8 أو 9.86 والكبريت هو 13 فممكن أن نكتب هذه الأرقام يعني فهنا مثلا هذه الصيغة كان عندنا 20.2 وعندنا هنا الماغنيسيوم والكبريت كان 26.37 هذه الصيغة كتبناها وعندنا هذه الصيغة أيضا كتبناها اللي هو 9.86 والكبريت 13 يعني ممكن نحفظها وممكن نسجلها عندنا في ورقة مثلا أو في نسجلها عندنا الفسفور غالبا هو يكون بهذا الشكل خماسي أكسيد الفسفور الثنائي فهذه الصيغة الغالبة الصيغة الذائبة في الماء غالبا الموجود في السوق هو هذا يفضل أن نحفظ هذا الرقم لأنه هذا ينفعنا بكثرة خاصة في موضوع ال-N-B-K يعني ال-P طبعا ال-N هو النيتروجين وال-P هو الفسفور وال-K هو البوتاسيوم فهذا الرقم الثاني دائما يكون يعني من اليسار إلى اليمين دائما يكون الثاني هو الفسفور فالفسفور هذه الصيغة اللي هو P2O5 راح يكون عندنا الأكسجين عندنا الأكسجين نطرحه و الفسفور هو 43 بالمئة 43.64 إذن هذا هو هذا رقم هذه الصيغة صيغة الفسفور هذا صيغة الفسفور نترات عندنا البوتاسيوم يعني نترات البوتاسيوم هو يعني إما يأتينا بهذا الشكل كنترات أو يأتينا مثلا خاصة في ال-MbK يعني خاصة بال-MbK هذا يأتينا على شكل أكسيد إذا كان ضمن ال-MbK يكون على شكل أكسيد هذا هو الأكسيد وإذا كان نترات يعني هو مثلا منتج مستقيل مثلا نترات البوتاسيوم نترات البوتاسيوم تكون هذه صيغة نترات البوتاسيوم اللي هو رح يكون عندنا الـ الـ نيتروجين 13.85 على شكل طبعا يعني على شكل نترات والبوتاسيوم هو 38.67 لو نظرنا إلى هذا المنتج مثلا الآن ذكر لنا أنه الـ نيتروجين هو 13.7 الـ نيتروجين هو 13.85 يعني فرق بالنقاوة وعندنا هنا عندنا البوتاسيوم 38.67 لكن هنا ما ذكر لنا البوتاسيوم قال أكسيد البوتاسيوم ولهذا نحن قلنا أكسيد البوتاسيوم هو أيضا يفضل أن نعرفه طبعا نحول ونطلع من الأكسجين ويبقى عندنا هنا يمكن أن يتعجز نطلع مشكلة من المتهمه بعد جزء بوايط اوكسيد البوتاسيوم طلع عندنا يحتوي على 83% فإذا اوكسيد البوتاسيوم يحتوي على بوتاسيوم 83% طيب الآن انا عندي المنتج قال اوكسيد البوتاسيوم وليس البوتاسيوم يحتوي على اوكسجين طيب كيف أعرف نسبته طيب أكسيد البوتاسيوم هو 46.2 46.2 رح أضربه أضربه في ماذا أضربه في في 83 في 83 يعني في 0.83 يعني 83 بالمئة رح يكون عندي 32.346 اللي هو هذا تقريبا يعني تقريبا هو مقارب كما قلنا يوجد يعني اختلاف في الكسور 38 هذا لأنه لأنه ما عندهم النقاوة شوي ليست كاملة لهذا صار عندي نقص يعني أصلا بال نتروجين نقص بالبوتاسيوم لكن نقص رمز جدا يعني لاحظوا الآن نطلع عندي الرقام مضبوط يعني 38.7 67 هو طلع أقل من 67 طلع 34 عندهم شوي فرق بالنقاوة طبعا هم يقولون النقاوة كذا النقاوة كذا الحقيقة يعني أحيانا يذكرون نقاوة أكثر من الحقيقي يعني يعني يذكرون مثلا أن الشوائب جدا لكن أعتقد يعني فإذا طلعنا الآن طلعنا يعني حولنا الأكسيد إلى بوتاسيوم متاح الأكسيد هذا هذا الأكسيد اللي هو 46.2 كم يحتوي على على بوتاسيوم نحن نريد بوتاسيوم متاح يعني بدون أكسيجين فحولنا بهذه الطريقة ضربنا هو مو 100 أو أنما هو 46.2 بالمئة فيعني 46 إذا أردنا أن نقول يعني 46 بالمئة 46.2 كما هو موجود في الموقع 46.2 رح نضربها في 0.83 لأنه 83 بالمئة 0.3 83 فطلع عندي طلع عندي هذا الرحل على كل حال ف هذا فيما يتعلق بأكسيد بوتاسيوم وعندي أيضا نترات الكاليسيوم صيغتين إما هذه الصيغة أو هذه الصيغة اللي قلنا يفضل أن نحولها حتى تكون يعني قراءتها تكون أفضل وما نخطأ بها نفس هذه الطريقة نفس طريقة التحويل هذه نحولها إلى هذه الصيغة حتى تكون لو دخلناها الآن لو نلاحظ بعد ما نحسب هذه الصيغة كان عندي نيتروجين هو 11.86 خذينا نشوف كم النايتروجين في هذا المنتج هذا منتج النايتروجين هو 11.74 يعني مقارب كما قلنا النقاوة شوي تختلف النقاوة أقل من 100% فنفس الرقم بقى عندي الكاليسيوم 16.97 يعني تقريبا 17 هو هنا ما أعطاني كاليسيوم أعطاني أكسيد الكاليسيوم أعطاني 23.5 وهنا طلعنا 16.97 نفس الطريقة نطلعه نفس ما طلعنا في كبريتات المغنيسيوم أو كما طلعنا في نترات البوتاسيوم المهم أنه نجد أنه أعطانا الصيغ المضبوط طيب الآن لو أنا مثلا رجعت الآن ممكن أطلع أوكسيد الكاليسيوم أيضا أوكسيد الكاليسيوم وهيدروكسيد الكاليسيوم لكن كما قلنا ما نفضل هذه الاثنين كمصادر للكاليسيوم خاصة في الزراع المائية أما في التربة ممكن استعمالها وخلي في بالنا أنه هذه تكون قاعدية جدا وغالبية الترب عندنا خاصة في الوطن العربي هي قاعدية فما يعني ما ينفعنا استعمالها لأنها ترفع البيه في الترب وطبعا نحن نتكلم في الزراع المائية فما يفضل استعمالها وإنما نستعمل نترات الكاليسيوم أو صيغ أخر أنا أتكلم الآن يعني تكلمت عن القيم الشائعة ممكن أن تسجلوا عندكم هذه الأرقام طيب ما هي فائدة هذه الأرقام نحن تحدثنا في الفيديو السابق عن هذه المسألة يعني مثلا أنا أردت أن أستعمل على سبيل المثال هذا المنتج مثلا سلفات الماغنيسيوم هذا المنتج مثلا هذا هذا المنتج اللي هو لماء مثلا عندي هذه سلفات الماغنيسيوم أردت وزن معين أردت أن أحصل على بي بي معين في الماء يعني تركيز معين فكم أحتاج كم وزنا يعني كم أحتاج وزنا لتحقيق هذا البي بي ام فالقاعدة ذكرناها القانون ذكرنا في الفيديو السابق هذا القانون القانون هو البي بي ام المطلوب يعني ممكن نقول البي بي ام المطلوب نقول هذا بي بي ام المطلوب مغروب هاي علامة الضرب في الوزن الجزائي الكلي بعدين تقسيم الوزن الذري للعنصر المطلوب يعني الآن أنا طبعا شرحنا في الطريقة السابقة بهذا الشكل ونحتاج أن نعرف أنه الوزن الجزائي والوزن الذري تمام الوزن الذري للعنصر المطلوب لكن هنا إذا أردنا أن نستعمل برامج مثل البرنامج الهايدروبادي ما يحتاج هذا نحن نحتاج أنه نعرف نفصل هذا المنتج نطلع منه الأكسجين نحذفه ونطلع كم يحتوي على مغنيسيوم وكم يحتوي على كبريت ونضع هذا الرقم في خانة المغنيسيوم هذا الرقم ونضع هذا الرقم في خانة الكبريت ونجر الحسابات يعني ما نحتاج إلى الطريقة اليدوية هذه اللي شرحناها هي الطريقة طريقة الحساب اليدوية لكن هنا إذا عرفنا هذه الأرقام بعد ما يحتاج أن نعرف الطريقة اليدوية وإنما بالبرامج وكذلك إذا استعملت مثلا إذا كان عندي المنتج هو هذا فصلته الآن فصلته بالحاسبة يعني أفادتني هذه الحاسبة فصلته فطلع عندي طلع عندي مغنيسيوم هذا الرقم والكبريت هو هذا الرقم طيب لو تقارن هنا 20.2 المغنيسيوم هنا 9.86 وهنا الكبريت 26 بينما هنا الكبريت هو 13 يعني تختلف النسب تختلف فندخل هذا الرقم في خانة المغنيسيوم وندخل هذا في خانة الكبريت فيعني هذه الآن نحن تقربنا من موضوع الحسابات على برنامج الهيدرو بادي ما يحتاج أنه نعمل حسابات يدوية هكذا وإنما فقط نحل المعادلة الكيميائية ونطلع كم تحتوي على عناصر ثم نضع هذه العناصر في برنامج الهيدرو بادي كما سنرى في الفيديو التالي إن شاء الله أرجو متابعتي حتى يعني الفيديو القادم سندخل في برنامج الهيدرو بادي هذه أيضا هي تعتبر نوعا ما مقدمة لبرنامج الهيدرو بادي أو هي أرقام شائعة يعني من المفيد أن نعرفها إن شاء الله ألتقي بكم في الحلقة القادمة مع برنامج هيدرو بادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا